تحت أنظار رونالدو جماهير برشلونة تودع ميسي بطريقة مؤثرة نجمري المدريد يتخذ قرار الرحيل ميسي يودع برشلونة برسالة عاطفية جديدة منشستر سيتي يجهز عرضا لا يصدق للتعاقد مع هاريكين بايرن ميونيخ يوضح رسميا موقفه من التعاقد مع ميسي في ثلاثة بنود كما يلخص خطة مستقبل برشلونة بعد ميسي زوجة ميسي تدعمه بعد رحيله عن برشلونة ما لا يقتلنا يقوينا أهلا بكم متابعين في قناة عرب جول أخبار سؤالنا اليوم هل تتوقع أن ينجح برشلونة في جمع الألقاب بعد رحيل ميسي لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والآن إلى التفاصيل وقفت جمهير البارسة وقفة رجل واحد خلال الدقيقة العاشرة حيث هتفت باسم نجمها الراحل وصفقت له طويلا مستغلة الفرصة لإبداء تقديرها له بعد سنوات طويلة قضاها برفقتهم ونل فيها عدة ألقاب فردية وجماعية بقيت علقة في أذهانهم وبعد مفاوضات طويلة بين برشلونة ورابطة كرة القدم الإسبانية استضم النادي وليون الميسي بصدمة عدم قدرته على تجديد لسنوات أخرى بالنظر للوائح تسقيف الأجور التي تجاوزت الحد المطلوب والمسموح به وودع ميسي الجماهير خلال المؤتمر الصحفي والذي عقده حيث عبر عن حزنه الشديد بخروجه بهذه الطريقة في وقت كان يأمل أن تكون وداعيته أحسن بحضورهم وهتافهم وهو إلى جانبهم مثل ما اعتاد عليه طيلة السنوات التي قضاها هناك ومن المرتقب أن يتوجه ميسي نحو العاصمة الفرنسية باريس لينهي التفاصيل الأخيرة من المفاوضات بينه وبين سانجرمان إذ يبقى قريبا جدا من إنهاء الصفقة لاقتناعه بتفاصيل العرض كشف تقرير صحفي إسباني عن القرار الأقرب بشأن مستقبل نرويجي مارتين أوديغارد لاعبري المدريد مع الفريق في الموسم الجديد وعاد أوديغارد إلى الريال بعد ستة أشهر من الإعارة قضاها بين جدران آرسنال ولكن على ما يبدو أن دوره سيكون محدودا مع كارلو أنشلوتي في الموسم المقبل وبحسب صحيفة بوندو دي بورتيفو الإسبانية فقد أوضح أن أنشلوتي يفضل إيسكو على أوديغارد خلال ودية ريا المدريد والميلان أمس الأحد حيث شارك لاعب الوسط النرويجي في شوط الثاني ولم يقدم أي إضافة تذكر ويبدو أن مصيره سيكون الرحيل عن البرنبيو وأضافت الصحيفة أن أوديغارد نفسه غير متحمس للاستمرار حيث يعتقد أنه لن يكون له دور مع الفريق وأن ما حدث ضد الميلان قد يكون الدفع الأخير له ليقرر الرحيل وأوضحت الصحيفة أن أنشلوتي سبق وأخبره بأنه يريده أن يكون لاعبا مهما ويأخذ دقائق أكبر لكنه تركه بالأمس على مقاعد البودلاء ودعا ليون الميسي جماهير برشلون مرة أخرى عبر رسالة نشرها على حساباته الرسمية في مواقع التواصل بعد ساعة قليلة من المؤتمر الصحفي الذي عقده في الكامبنو للحديث عن رحيله وألقى ميسي خطابا عاطفيا في ملعب الكامبنو ظهر الأحد ثم أجاب على العديد من أسئلة الصحفيين كان واضحا عليه الإحباط والشعور بالحزن لمغادرة النادي والذي قضى فيه عشرين عاما وقال في رسالته العاطفية الأخيرة كنت أرغب بالمغادرة بطريقة مختلفة على الرغم أن الوداع لن يكون شيئا لطيفا بجميع الأحوال وتابعه كنت أريد الاستمرار هنا لقد فعلت كل شيء لتحقيق هذا الهدف لكن في النهاية لم يتحقق أنا فقط لدي كلمات الشكر لكل الذين رفقوني لسنوات عديدة في النادي وللجماهير الذين قدموا لي حبهم لقد حاولت أن أعيد لهم هذه المشاعر من خلال تقديم كل شيء لهذا النادي كشفت صحيفة تيدلي إكسي بريستانا منشستر سيتي يجهز عرضا خياليا للتعاقد مع هاريكين مهاجم توتنهام خلال المريكات الصيفي الجاري ويرفض توتنهام فكرة بيع هاريكين خلال المريكات الصيفي الحالي بينما يبدو أن اللاعب يرغب في الانتقال إلى ملعب الاتحاد للفوز بالألقاب بعد فشله طيلة السنوات الماضية في تحقيق أي لقب مع الاسبيرز وأبرم الستي صفقة مهمة بالتعاقد مع جاكي جريليش من أستون فيلا مقابل 100 مليون جنيه استرليني ورغم هذا ما زال مصمما على التوقيع مع هاريكين لعدم وجود مهاجم من طراز عال داخل صفوف الفريق وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن منشستر سيتي ينوي تقديم عرض بقيمة 130 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 153 مليون يورو بالإضافة لبرناردو سيلفا وذلك لإقناع توتنهام بالتخلي عن اللاعب كشف حسن صالح حميدتش المدير الرياضي لنادي بايران ميونيخ الألماني عن موقف العملاق البافري النهائي من التعاقد مع ليون الميسي وأعلن برشلون منذ أيام عدة رسميا رحيل ليون الميسي عن صفوف الفريق بعد فشل البرسة في تجديد عقده وودع ميسي فريقه برشلون في متبر صحفي بعد 16 عاما من العطاء والإنجازات حتى أصبح واحدا من أفضل اللاعبين على مدار التاريخ إن لم يكن أفضلهم وتحدث حميدتش لقناة سبورتوان الألمانية قائلا التعاقد مع ميسي للأسف لا يمكن أن يحدث ذلك وهذا بعد تصريح لين الميسي بأن العديد من الأندية قدمت عروضا للتعاقد معه وأضاف لم نتفاوض من الأساس مع ميسي فالأمر لا يمكن حدوثه أو تصوره حتى لو كنا سنتعاقد معه مجانا بدأ الهولندي رونالد كومن مدر برشلون يؤقلم فريقه على خطة المرحلة المقبلة بعد تأكد رحيل ميسي قائد الفريق كان برشلون أعلن مؤخرا عن فشل مفاوضات تجديد عقد ميسي والذي انتهى في الثلاثين من يونيو الماضي لسبب سقف الرواتب في الدور الإسباني مقدما الشكر له على ما قدمه للنادي في السنوات الطويلة التي مثل فيها الفريق ويدخل برشلون في الموسم الجديد بدون ميسي للمرة الأولى منذ موسم 2003-2004 لكن على الرغم من ذلك فإن كومن لا يزال متفائلا بما يحمله المستقبل فريقه ولخص المدرب الهولندي على هامش مباراة برشلون ويوفنتوس على كاسخ وانجامبر الودية التي قيمت يوم الأحد وانتهت بفوز البارسا 3-0 خطة مستقبل برشلون بعد رحيل ميسي مؤكدا أنها ستعتمد على الصفقات الجديدة واللاعبين الشباب بجانب بعض المساعدة والتضحية من الجميع وأوضح كومن في تصريحات للصحفيين رغم رحيل ميسي فإننا متحمسون لهذا الموسم وما نستطيع تقديمه خلاله بشأن المنافسات على البطولات حريصت أنتونيلا زوجة النجم لوني الميسي على دعمه بعد رحيله عن نادي برشلون عقب رحلة استمرت حوالي 17 عاما داخل جدران النادي ونشرت زوجة البرغوث صورة تجمعها وأطفالهما عبر حسابها الشخصي في انستجرام لتقدم رسالة دعم له قائلة ما مدى صعوب التلخيص تلك السنوات في سطور الكثير من المشاعر ولكن كما يقول المثل الشهير ما لا يقتلنا يقوين ومع العائلة دائما كل شيء سيكون على ما يرام سنعود من جديد المنافسة أقوى من أي وقت مضى ترجمة نانسي قنقر